السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة البوزيتيف معكم ايمان انوار تازي لوتريسيونيست كوسميتولوج الابغونتين الفيديو اليوم سيكون المختصر المفيد في تغذية في رمضان انا داجا كنت فكرت سنيني سوف نعملكم كابسول صغار بحالة فيديو قصيرين ويكون فيهم بزاف دي المعلومات على تغذية في رمضان وبعد ذلك سوف نجمع هذه المعلومات كاملة تقريبا بشكل كامل ولكن سوف نجمع اهم المعلومات فيديو واحد وبعد ذلك الفيديو سوف نضع الأسئلة بخصوص رمضان ونعاود نعمل فيديو اخر ونجاوب فيه على جميع هذه الأسئلة كونسا باش ما نوضركم معي وتكون سنتروا على فيديو واحد لذلك الفيديو سوف نضع لكم روتيني اليومي سوف نضع لكم الاغوتيني في رمضان التي تقدرون أن تأخذوا منها واحد الاستفادة بحكم التخصص ولكن بالنسبة لي سوف نجي لكم نيشة الفطور يعني التغذية في رمضان سوف نجي لكم نيشة الفطور لذلك بالنسبة لي في الفطور أول حاجة كنا نأخذها كنا نأخذ الموت ماركة جميع المغاربة كل شيء كي يديرات القضية هذه ننك الماء كتأخذوا واحد في يدي الماء مع اقتمارات عدد فردي وحدة ولا ثلاثة طبعا السنة نعملوا بالسنة النبوية الحكمة من هذا العدد الفردي بزاف من الناس فتاو كل واحد شنو كي يقول ولكن تشي واحد الى يومين هذا ما عارف الحكمة نحن كنديره بالسنة النبوية وكنتبعه طبعا كينا شي حكمة ولكن نحن ما عارفينها تشي واحد ما ما توصل لها ولا ما عارفها نهائيا ومن بعد توقف وتسلي والله قبل وفراء هذه المهمة التي ستسلي فيها رأيها كافية أن الجسم ذلك يفق ينتاعج يمتصدون السكرية البسيطة التي يوجدها في التمر بحالة تضربوا الفيقة كي يتوقض هذا التمر لأنه في سكرية بسيطة ضغيئ يجب أن تدخل الدم لا تحتاج تشي تدخل يجب أن تدخل الدم يجب أن تدخل الدم يجب أن تدخل الدم هذه المرحلة التي تأخذ فيها الموتمر هي أهم مرحلة في الفطور ومن بعد سأرى عشرة دقائق يجب أن الجسم ينتاعج في فوق منها كما لا تظن شيء يستطيع أن يطول ويستطيع أن يتسل نار كل شيء يجب أن يفطر ويجب أن يفطر ويجب أن تكون طابلة الفطور فيها العائلة مثلا أو مزوقة فكل شيء يتشاه وفي رمضان سبحان الله كل شيء يتشاه أولا أجل في المرحلة الثانية شبكة بريوات أو أي مقلية لأن هذه المعدات ستطفق بلعسوب 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 يجب أن تقوم بعمل المعنوات التي تستخدمها كل نهار تقوم بعمل الحسوة أو الشرب سوف تستخدم خضرات مخلطة أو سب قرعة حمراء مع خزة وممتازة إذا كانت تحلوة مع الفيتا مع البصلة كاين نوع ثاني لفتور بصل كاين السمك مع الخضر كاين الحبو بحل الإلان بحل الدراء بحل الشعير المهم هو كاين جدا سب رغي دخلوا قلبه سب صحيين كاين واحد كل مرة سوف تنوعوا ومن بعد سوف أكلوا سب سوفوا كاينتكم الماء كاينتكم الألياف وكاينتكم مضادات الأكسادة وبالتالي كاينتكم مجهة لكم ينور تاخدوا مضادات الأكسادة لا يأتيكم للإمساك لأنكم خيادين كمية كبيرة الألياف مع كمية كبيرة لما هذه الحسوة تلطف المعيدة أو تهيئها وهي بحل السفارة تجعلها تصفر لكي تأكلوا ذلك الأخر وأنتم مرتاحين سوف تشبعكم بشكل كبير هذه السفارة سوف تأخذها سوف تشبعوا لأن الألياف والألياف سوف تشبع وبالتالي لديكم من الأطعام يكون بعقلانية ليس غير لا بشوية بشوية من بعد سوف أخبركم سوف أخبركم المكلة كثيرة هي كثيرة من حيث الكيف ولكن الكمية سوف تأخذها كمية ولم تأخذها سعورات كثيرة لأنها سوف تأخذها غير بريبة أو شباكية سوف تأخذها كبير ولم تشبعها سوف أخبركم ثلاثة التباصل فهمتوا؟ بعد سوف يأتي الطبق الرئيسي الطبق الرئيسي ممكن يكون فيه البروتيين ويكون سلطة سلطة ممكن أن تأخذها حيث طبق الرئيسي مثلا كبيرة وخضيرة مع شلاذة ممكن الطبق الرئيسي فيه الحود مع شلاذة مع شلاذة ممكن تأخذها الطبق الرئيسي فيه بيض مع شلاذة يعني كينجاج لأن الحم لا تستخدم مرات كثيرة وحدة في أسبوع ربراكة لكم و الكفيتة و لا تنوع لا يمكن أن يكون ميل للسمك لأنه غير هو السمك اليوم في رمضان لأنه سيطلعه للسماء وأنها تسردين ستحوز بهم ويعطيكم لوميغا تخوة ويعونكم وللأسف حتى هو يطلع في رمضان ومن ثم تأخذوا البخوتين ضروري لأنه ستحتاج حصة البروتين في الواجبة الإفطار ومن ثم تأخذوا لادة سلاد فخاش يمكنكم أن تأخذوا الخضرة مسلوقة لأنكم كنتم اخذتوا لسوب الخضرة ويأخذوا خضرة مسلوقة ومعها من سالات فخاش ويكونوا بصغير لأنه سوف يعطيكم الماء وعطيكم الألياف ومضادات الأكسادة وعطيكم الزنزيم التي يهضمون هذه السلاة التي تزعجة طريا مثلا فيها باطيشا فيها خصفة بازيليك فيها زعتر مرشو شوية الفوق يمكن أن نضيفوا مضادات الأكسادة ونضيفوا المواد التي قوية ندخلهم في الماكلة حتى الحسوة ممكن تضيفوا لها النفح حبت حلاوة وضيفوا لها شفيت سانوج وضيفوا لها سمسم بزف ديال الحويج المفيدين يقدروا يعاونوكم هذا هو الطبق الرئيسي ومعه واحد المشروب الدافي ومن المشروب الدافع ومن المشروب الدافع سالة الفطور كيف يتعجون تحديد رمضان؟ انتو مره شبعتو وصفيت تقفلتو يعني الى ذاك الشبكية تقدروا تتخذوا منها شوية ولا ذاك البريوة تضقوا منها شوية وطبعا ماشي يوميا غتحطوا بريوة وشبكية ولا مسمان ولا بغرير ودك الشيء مهم اتقفوا لانه في غامورا كليتو الأكر الصحي وشبعتو وتلددو مثلا ميك اقول لكم ديروا كبيدة وانه لا تعمروا في البطبوط هذا المخامر معمرين بالكبدة معمرين بالكفتة وانتو مكتبط فبلا طبق رئيسي على حقور وطريقه وكلها بشوية الخبيض وانه ستسافدوا من من المعجانات ومن المعمارات المغاربة وانتو تساوي عندهم عمر البطبوط ودير مسمان بالبصلة ودير داجة نهار كامل وهي صايمة واخا انا دابا سالية الفطور سوف ندروا مورا الفطور نريد بالصور على الرياضة والرغوه بعد ذلك لأنه قصحة مستوى قصحة لأذا بتجزن حيث واناتو ألف ونضيف وإنطبوا وديروا كمشروب دافئ سوف نضيف في المرحلة الأولى سوف نأخذ الفطور هنا تأخذ النوبة المهمة العيالة ويغسل المعنات ويذهب المسجد والرجال هنا نوبة الرياضة الرياضة ساعة ساعة ونصمر الفطور تأخذ التراويح وتأخذ المسجد بعيد فنرى أن تأخذ الرياضة الرياضة تأخذ الرياضة قبل الفطور لأن الرياضة تخطروا ويمكنكم بسيطة ويمكنكم بسيطة وليس هناك رياضة مجهيدة ولم يجب أن تأخذ الرياضة مباشرة لأن الجسم يوجه طاقة كلها الجهاز الهضمي ويجب أن تهضم إذا لم تأخذ الرياضة لأن الجسم يوجه هذا الرياضة وبالتالي سيقع عليكم تخمرات ومشاكل ولم يجب أن يكون إطلاقاً لأن الرياضة رغية الرياضة لأنكم لا يوجد آلات في البيت كل واحد وماذا تمتل الرياضة وماذا هي الأنواع الرياضة التي تقدمها وما لم تأتي من المسجد كانت الواجبة 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 تكون قسيرة هذا البلايسة للسفوف لأحد المعلقة والصحة والراحة المكسرات المكسرات مع مشروب سلطة الفواكه الخضر المهم أن هذه الواجبة البينية تكون خفيفة وتستفيد من الحواج التي تستطيعون لا تستطيع دخلهم في الفواكه لا تستطيع دخلهم لأنه سيخمر لكم العاصر الفواكه سيخمر صنع المشروب العاصر فواكه يiplin يدخلوا به تضعهم وتستطيعوها تضبقوا ويستطيعوا وتستطيعوه مع الوزن يدخلوا به فضل القضي الآن سوف تأخذ السحور لتأجيل الفطور و تأجيل السحور سوف تسحر السحور لنجو الشروط لتقينة من العطش و تقينة من الجوع بالتالي سوف تأخذ السحور لنجو الشروط لتسافد منها و يكون فيها حصة محيصة و يكون فيها نشويات معقدة و يكون فيها ماء لماذا؟ لأن الكثير من الناس لا يتسحرون بشكل نهار كامل لأنهم لا يستطيعون أن يقومون بشكل أفوخ أو تحبط لهم أو تحبط لهم سكار أو كثير ونرى هذه الحالة لذلك في السحور لا يستطيعون الكمية أو كيف مثلا ، إذا أخذت بيضة مسلوقة مثلا ، إذا أخذت بخوتين ، إذا أخذت شليدة ، إذا أخذت الألف طريف الخبيز ، إذا أخذت الكاربوهايدرات المعقادة مثلا ، إذا أخذت صلاة هربل ، إيلان ، أو شوفان ، مع فواكه وفواكه جافة ، هذه وجبة كاملة ، أخذت بها البروتينات نباتية ، أخذت بها السوكاريس بسيطة ، أخذت بها الأليف ، أخذت بها حتى الدهون الصحية الآن ، تريد أن تكون متعبات كاملة. إنه حسوة ، خلال الشعير ، ثميرات ، قريقات ، الله يجعل البراء المهم ، تحتاج إلى شيء من الأخذي ، من أن لا تخذيها الجفة في وجبة الصحول ، لأنه تستطيع الحصولي إعزاكم الله ، فإنهم تسحب منكم الماء لا تأخذ الأشياء التي تكون حارة ومالحة ومالحة جميعا سوف يؤثر عليكم من بعد ويعطيكم المناضحة ويكون فيها سكريات جميعا سوف يتعطيكم مهم وما سوف تفيدكم من حاجة نحاول أن صيامنا يكون صيام صحي الله سبحانه وتعالى يعطينا من الخيرات تفيد الجسم والعقل والجمال والجل فنحاول أن نستغل هذه الخيرات وهو طبيب مجاني الذي يدق الباب كل عام نحاول أن نستفيد منه هو طبيب نفسي وطبيب جهاز هضمي وطبيب متعدد تخصصات نحاول أن نستفيد منه لا أريد أن تأكل أي شيء رادار وريكة نقبه ولكن لا يكون هذه المواد مقلية والأطباق الرئيسية والتي تكون يومية لا أريد أن نعود ولداتنا على نمط الهدائي لكي لا يكبروا ولداتهم على نمط ونخلقوا مجتمع الذي يفكر تفكير تغداوي صحي ثالي شكرا على حزن المتابعة نستقبل جميع الأسئلة فيما يخص تغذية في رمضان سواء متعلقة بالمرضى سواء متعلقة بجميع الكاتيجوري في هذه الفترة حاولوا الناس الذين لديهم سكري او الارتفاع الضغط الدموي او الامراض المزمينة الحامل يحاولوا يشوفوا الطبيب